رغم استمرار ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق لا يزال البلد يفتقر لقانون يضع حدا لهذا العنف حيث لا يزال مشروع القانون ينتظر منذ عام 2020 المصادقة داخل قبة البرلمان وسط تجاذبات ومخاوف وعراقلة من قبل الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة وفي ظل تزايد حالات العنف الأسري في العراق وغياب القوانين الواضحة والحازمة لمكافحته يقول برلمانيون وناشطون حقوقيون إنهم بدأوا حراكا للدفع باتجاه طرح مشروع القانون مجددا أمام البرلمان للتصويت عليه وتسجل محافظات العراق بحسب إحصائيات محلية عشرات الحالات من العنف الأسري بشكل يومي وتتركز معظم الحالات بحسب منظمات حقوقية في محافظات الوسط والجنوب تليها مدن كردستان العراق فالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سجلت ما يقارب سبعة آلاف حالة عنف أسري بحق النساء والأطفال وكبار السن فيما يقول ناشطون حقوقيون إن هذه الإحصائيات ليست دقيقة لأن العدد الأكبر من المعنفين لا يبلغون عن تعرضهم للتعنيف وخصوصا النساء لكن الرقم مؤشر خطير لو قورنا بأرقام العام الماضي الذي سجلت فيه نحو خمسة عشر ألف حال وزارة الداخلية بدورها تعزو العديد من حالات العنف الأسري إلى المشاكل العائلية التي تسبب الطلاق والتشرد والأمية وضياع مستقبل الأبناء وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مخلقة ومضطردة منذ عام 2003 لأسباب عديدة أهمها الضغوط العائلية والفقر والمخدرات والبطالة والسلاح المنفلت وغياب سلطة القانون ناهيك عن الكثير من الحالات التي تظل مجهولة وتبقى طي الكتما ترجمة نانسي قنقر